الحديث الرابع عشر وهو حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه عن الحارث ابن المغيرة النصري قال دخلت على أبي جعفر على إمامنا الباقر صلوات الله عليه فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له إلى أن قال له الإمام الباقر يقول لنجية وهو من شيعته من شيعة الباقر صلوات الله عليه يا نجية إن لنا الخمسة في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال وهما هما يعني الأول والثاني يعني أبا بكر وعمر وهما وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله مر علينا كيف أن سقيفة بني ساعدة اغتصبت الخمس وهذا أمر معروف في كتب التاريخ والسيار يا نجية إن لنا الخمسة في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال الخمس واضح والأنفال لها تفاصيلها وصفو المال هو ما يكون مميزا في غنائم الحرب وغير ذلك هناك تفاصيل لهذه العناوين لا مجال للخوض فيها أنا أتحدث هنا عن معنى التحليل ولذا تجنبت قراءة الأحاديث بكاملها لأنني سأكون مضطرا لشرحها يا نجية إن لنا الخمسة في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال وهما هما أبو بكر وعمر وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله إلى أن قال الباقر صلوات الله عليه اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا هذا تحليل أخروي وما هو بتحليل دنيوي لأن حقهم قد انتشر في كل مكان بسبب ظلم سقيفة بني ساعدة لهم صلوات الله عليه اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا أذهب إلى الحديث الخامس عشر عن زرارة عن الباقر صلوات الله عليه أن أمير المؤمنين حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم هذا تحليل أخروي لا يعني أن أمير المؤمنين قال للشيعة لا تدفع الخمسة للأئمة من ولدي هذا تحليل أخروي مثل ما قلت لكم أحاديث أهل البيت بحاجة إلى دراية وإلى معرفة تستند إلى قواعد تفهيمهم على هذا بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ تفسير القرآن منهم 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 فقط 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 وأن نأخذ حديثهم منهم وأن نأخذ فهم حديثهم منهم قرآن مفسر بتفسيرهم وحديث مفهم بتفهيمهم هذه هي ثقافة دين العترة الطاهرة وبعبارة وجيزة هذه هي رسالة مؤسسة القمار هذا هو مضمون برامج قناة القمار وهذا هو المنهج الذي تحاربه المرجعية السيستانية وكذا الأمر مع سائر المرجعيات الطوسية الأخرى لقد شهروا سيوفهم علينا منذ أول يوم ابتدأنا ولا زالت سيوفهم مشهورة علينا إنهم يدبرون المؤامرات مؤامرة تلو الأخرى سأحدثكم عن بعض مؤامراتهم في الحلقات القادمة عن مؤامراتهم الأخيرة وليس عن مؤامراتهم السابقة عن مؤامراتهم الأخيرة سأحدثكم وستجدون عجبا عجبا مما يفعلون أتحدث عن السستانيين وعن المؤسسة الدينية الطوسية القذرة إمامنا الباقر يقول إن أمير المؤمنين حل لهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم تحليل أخروي الحديث التاسع عشر عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه فنحن أصحاب الخمس والفين وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا فنحن أصحاب الخمس والفين نحن الأئمة المعصومون الأربعة عشر الإمام لا يتحدث هنا باسم الهاشميين أئمتنا المعصومون حينما يقولون نحن هم لا يتحدثون باسم الهاشميين الهاشميون منهم ولد العباس ابن عبد المطلب والهاشميون منهم ولد أبي لهب فولد أبي لهب هاشميون والهاشميون ولد أبي طالب وولد أبي طالب ولد عقيل وولد جعفر لكن الهاشميين الذين هم في الذروة الذروة هم ولد علي وولد علي هناك الفاطميون وهناك غيرهم والفاطميون هم سادة السادة هم ذروة الشرف وتاجهم الأعظم الأئمة المعصومون الأربعة عشر فحينما يقولون نحن إنهم الأئمة المعصومون الأربعة عشر فقط وفقط فنحن أصحاب الخمس والفين وقد حرمناه سائر الهاشميين لا يملكون ولاية التشريع حتى يحرموا وليس الكلام هنا من باب أنهم يملكون حقا يحرمونه على الآخرين هذا تشريع تشريع في أصل الدين المشرع في أصل الدين هو الإمام المعصوم فقط فنحن فنحن أصحاب الخمس والفين وقد حرمناه على جميع الناس ما خلى شيعتنا التحليل التحليل هنا أخروي وإلا إذا كان التحليل دنيويا أيضا فهذا يعني أن الخمس مباح للشيعة في كل الأزمنة في ليلهم ونهارهم على طول أعمارهم وهذا لم يحدث على أرض الواقع هذا تحليل أخروي للجانب الأخروي من ملاكات حكم هذه العبادة المالية الحديث العشرون من كلام أمير المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا الحديث مأخوذ من تفسير إمامنا الحسن العسكري أمير المؤمنين يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله فقد وهبت نصيبي منه وهبت نصيبي منه من أي شيء من حق الشرع فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعة لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام أمير المؤمنين يتحدث عن التحليل في الجانب الأخرى في بداية الحديث أمير المؤمنين هكذا قال لرسول الله قد علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض إلى آخر الكلام وأن حقوقهم ستغصب وأن حقوق آل محمد ستغصب فقد وهبت نصيبي من لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعة لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام هذا تحليل أخروي لا يعني أن الأميرة حلل وأباح الخمسة للشيعة على طول الخاط فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما تصدق أحد ما تصدق أحد أفضل من صدقتك وهذه تسمية للخمس أيضا بصدقة مر علينا من الروايات ما يشير إلى هذه الحقيقة وهنا الرواية أيضا تؤكد المضمون المتقدم من أن الصدقة عنوان من عنوين الخمس ومن أن الخمسة هو نوع من أنواع الصدقة بل هو أهم أنواع الصدقات رسول الله رسول الله يقول لأمير المؤمنين ما تصدق أحد أفضل من صدقتك وقد تبعت رسول الله في فعلك لأن رسول الله قد فعل هذا أيضا أحل للشيعة الجانب الأخروي وقد تبعت رسول الله في فعلك أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعة ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم الحديث هنا عدم التحليل لغيرهم في الجانب الأخروي والدنيوي لكن حينما كان الحديث عن التحليل للشيعة فإن الكلام عن التحليل الأخروي أما أن الشيعة لا يدفعون الخمسة للأئمة فهذه الروايات والأحاديث لا تتناول هذا الموضوع هذا الحديث الثاني والعشرون عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه وهو آخر الأحاديث إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال يا رب خمسي يقال خمس ويقال خمس يا رب خمسي أو يا رب خمسي لأن الخمسة تقال هكذا خمس وتقال خمس إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال يا رب خمسي وإن شيعتنا من ذلك في حل لاحظتم أن أحاديث التحليل تتردد فيها كلمات التحليل التطييب التزكية لكن ما وردت كلمة الإباحة مرة واحدة في كل هذه الأحاديث وهذا التحليل في الروايات في الأعم الأغلب يتناول التحليل في الجانب الأخروي لملاكات حكم الخمس وهو الذي يرتبط بدخول الشيعة في منظومة طيب الولادة أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الحلقات الأولى من شهر رمضان من شهر رمضان الذي نحن فيه كي تتذكر مفهوم منظومة منظومة طيب الولادة وما هي الشرائط التي يجب أن تتوفر في الشيعي كي يكون جزءا من هذه المنظومة وما يعاكسها في منظومة خبث الولادة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر